ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم يقال المؤلف عنان سمج المالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله به لعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد به الشر أمسك عنه حتى يوافي به يوم القيامة الأمور كلها بيد الله عز وجل وبإرادته لأن الله تعالى يقول عن نفسه فعال لما يريد ويقول تعالى إن الله يفعل ما يشاء فكل الأمور بيد الله والإنسان ما يخلو من الخطأ ومعصية وتقصين في الواجب فإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا إما بماله أو بأهله أو بنفسه أو بأحد من من يتصل به المهم أن تعجل له العقوبة لأن العقوبات تكفر السيئات فإذا تعجلت العقوبة وكفر الله بها عن العبد فإنه يوافي الله وليس عليه ذنب قد طهرته المصائب والبلايا حتى إنه لا يشدد على الإنسان موته لبقاء سيئة أو سيئتين عليه حتى يخرج من الدنيا نقيا من الدنيا وهذه نعمة لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر لكن إذا أراد الله بعبده الشر أمهل له واستدرجع وأدر عليه النعم ودفع عنه النقم حتى يبطر والعياذ بالله ويفرح فرحا مذموما بما أنعم الله به عليه وحينئذ يلاقي ربه وهو مغنور بسيئاته فيعاقب بها في الآخرة نسو الله العافية فإذا رأيت شخصا يبارز الله بالعصيان وقد وقاه الله البلأ وأدر عليه النعم فأعلم أن الله إنما أراد به شر لماذا؟ لأن الله أخر عنه العقوبة حتى يوافع به يوم القيامة ثم ذكر في هذا الحديث أن عظم الجزاء من عظم البلأ يعني أنه كلما عظم البلاء عظم الجزاء فالبلاء السهل له أجر يسير والبلاء الشديد له أجر كبير لأن الله عز وجل ذو فضل على الناس إذا ابتلاهم بالشدائب أعطاهم عليها من الأجر الكثير وإذا هانت المصائب هان الأجر وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وهذه أيضا بشرى للمؤمن إذا ابتل بالمصيبة فلا يظن أن الله سبحانه وتعالى يضرده بل قد يكون هذا من علامة محبة الله للعب يبتليه سبحانه وتعالى بالمصائب فإذا رضي الإنسان وصبر واحتسب فله الرضا وإن سخط فله السخط وفي هذا حث على أن الإنسان يصبر على المصائب حتى يكتب له الرضا من الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر